قصة النهاردة عن الجواز العرفي أو اللي بيسموه في الأريف الجواز على السنة اللي أهالي كتير بتعتمد عليه وبتجوز بيها بناتها عشان يعملوا إيه؟ يتحيلوا على السن الرسمي للجواز وهم فاكرين إنهم كده ضحكوا على القانون ونفزوا له في دماغهم بس في لحظة متأخرة قوي بيكتشفوا إنهم ضحكوا على نفسهم وده اللي حصل في قصة سناء اللي أهلها وفقوا على خطوبتها ويسنها 15 سنة ووفقوا إنية الجواز عرفي قبل ما تتم سنة 18 السن الرسمي والقانوني للجواز مشي ورا كلام أهل جوزة اللي قالوا لهم نجوزها دلوقتي عرفي ونفرح بيها ولما تتمة 18 نبقى نكتب كتابها رسمي ونغير العقود لكن القدر كان ليه كلام تاني لما حمتها كمان اتغيرت معاها تماما بعد الجواز بقيت تحاول إن هي تعمل مشاكل بينها وبين جوزها وأهل جوزها فضلوا يمطلوا ويلوعوا لما بقى سناء تمت 18 سنة عشان نوثق العقد جوزها توفى في حدثة وهو في الشغل تفاجت إن أهل جوزها مش عايزين يوثقوا لعقد الجواز العرفي اللي عملناه لأنهما رفعين قضية تعويض على شركة ابنهم ومش عايزينها تدخل معهم في القضية بقيت سناء يعني متعلقة مش عارفة تثبت إذا كانت متجوزة ولا أرملة ولا إيه عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة الدكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نتكلم أكتر في موضوع سناء زيك يا مولي زيك يا دكتور أمل زيك أحلى عروسة أخبارك إيه مبروك الموسم الجديد وفرحانة نرى بعكي النهاردة أيوة دايما يا رب مع بعض يا رب يا رب دايما إي رأيك بقى في القصة دي إي رأيك في جواز القصرات وجواز العرفي اللي بيحصل لسا الغياد لأتي عايزين إيه بوسي هو دي ثقافة في المجتمعية في بعض بعض المحافظات يعني ما أعتقدش أنه منتشر قوي في مصر هو منتشر أكتر في المحافظات وفي السعيد وفي كده وده بيكون نتيجة أنه عندهم المعتقدات بتاعتهم أن جواز البنت سترة وأن البنت ستارها لازم تتستر ويعني فكرة ستر البنت بالجواز دي فكرة موجودة في السعيد وفي الثقافة الشعبية بتاعتنا تمام في فكرة تانية بقى فكرة الاحتياج المادي يعني الناس بيخلفوا بأعداد كبيرة بيبقى عنده بنات وولاد وعاوز يخلص من البنات بسرعة علشان يفوق لتعليم الولاد مثلا أو يبقى عنده يعني دايما دايما اللي احنا بنسمعه أنه هما بيجوزوا البنت علشان يخلصوا من مسئوليتها طب هي الأهالي دي بتبقى أسوية لا مش مسئولية أسوية أو مش أسوية هو تقاليد يعني وعرف ماشينا عليه طب ملوش دعو بالصحة النفسية هو الصحة النفسية بتبقى مش كويسة بالطبعية كده يعني تلقائيا نتيجة الظروف اللي بيعيشها النوع دا من الناس الناس دا بيعيش في ظروف اجتماعية صعبة الناس دي بتعيش في فقر في جهل في عادات وتقاليد ما لا تمت للدين بأي صلة يعني شكلها من بره عليه برواز دين البنت ممكن تتجاوز في سن كام يعني من سن كام طب بنت يعني خلص بتتأهل النية هو القانون بيقول 18 سنة لا انا بتكلم عن الصحة النفسية هو القانون طبعا فوق كل بس الصحة النفسية بتبقى ما جاوزة ام تانية تفتح بيت يا ممكن 18 سنة اولا ما ينفعش نعمم من وجهة نظري من ناحية النفسية ما ينفعش نعمم لان احنا ممكن نلاقي حد عنده 17-18 سنة عندها ندوج وفتروح المدرسة اوه متعلمة وممكن تكون خادت سنوية عامة في السن دا ودخلت جامعة فيبقى عندها شخصية وعندها ندوج نفسي وعندها وعي وعندها ثقافة فتقدر تفهم او تستوعب يعني ايه جواز المشكلة بيبقى في اللي ماكملش تعليمه ليه ليه بقى ما كالجدات نتجوزه اللي ماكملش تعليمه بيبقى خلاص اتزارع من جواها من وهي طفلة ان هي اول بس ما تشد حلها كده ببنا عليها مع عالم انوسة خرط البنات يخرطها بالتعبير بالتعبير دا لازم تتجوز عندها بقى خمستاشر عندها أربعتاشر عندها اتناشر عندها سبعتاشر يعني خلاص هو خرط البنات خرطها فهي لازم تتسطر ونخلص من مصارفها طبعا مش كل الارياف ومش كل المحافظات ومش كل الصعيد يعني في نوابغ في كل الاماكن ان انا بتكلم عليها دا زي ما فيه جانب سلبي فيه جانب ايجابي لكن الوقت فيه احنا اخوصينا الجانب السلبي احنا ليه كده ليه كده لانه فيه شريحة من المجتمع في المناطق دي جهلة شفاقين الجواز دا هو احسن حاجة تحصل للبنت تتسطر وتتجوز هي ما غصبوهاش على الجواز يعني في القصة بتاعتنا بتاعت سوريا النهاردة نا بتاعت سناء مش كله انهم حببوها في دا حماتي لازيزة وهتجوز وقعد في بيت جوزي وهبست وعمل اغير الكنبة زي ما انا عايزة الفريد شعري زي ما كنا متشوف في الافلام هلبس لنا عيزة وهو هو ناقش مع بعض لانا عندي سنبية عندي حكتين صغيرين لانا عندي حكتين صغيرين في الولد نفسه في شخصيته ان هو ما كانش لي بيوثق عد الجواز اعتقد بين قصين عشان المصاريف اه اوكي والنية المبيتة من الاول يعني انا برضو مش حاسة ان في منطق في الحتة دي او يا سالي انه هي قبل ما تتم 18 سنة بشهور يلا 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 طب انتو سنتين ونص مخطوبين مش قادر تخليهم سنتين ونص وست شهور فيبقوا ثلاث سنين بس نعمل عقد جواز رسمي الست لما بتبقى قوية بطبعتها في في الارياف والصعيد وكده دي بتبقى استراتيجية هي حمد بيها نفسها وبانت بيها شخصيتها من ساعة مواعيط عدونيا وربة العيال وربة العيال فهي بتبقى رئيسة جمهورية البيت بشكل او باخر علشان علشان ما يتبقاش الست المقصورة الضعيفة اللي جوزوها وهي صغير يعني فهمة لما بيبقى فيه مسلسل كده بيتكرر طول الوقت ففيه نوع من من الستات بيلحق نفسهم في وقت معين وتعرف بعد الجواز بكم شهر تسيطر على الراجل طب ازاي تحكي تعدينت كده ثانية واحدة بس انا هكمل لك البازل فهي الست دي عملت الشخصية دي الاول مع جوزها اللي هو حمى وفي نفس الوقت هي عارفة هي عاملة ايه ومشية البيت ازاي وان هي مقد ايه من جوها ست جبارة يعني هي مسلت في القلب فخافت على ابنها انه يتعامل فيه زي ما عملت هي في حياتها واو اوكي يا جماعة انا بس لك استني احطلك البازل في مكانه ارجوكي ده يعني انا برضو قراءتي للقصة اوكي انا بقعد اشرح الشخصيات واربط عشان قالت له مراتك ليه انت بتسمع كلام مراتك ليه عمل لك عمل ولا ايه مشيةك ليه بالزبط والحنا هي اصلا انسان يا بنت بيعمل ايه انسان بيحكم او بيشوف من حاجة من الاتنين مالهمش التالي ايه بقى يا اما من خبراته وطباعه ونفسيته اللي محدش يعرفها غيره وكل الصدمات والحاجات اللي مر بيها في حياته فبيدير الحياة وبيحكم على الاخرين من خلال اللي هو عمله في نفسه وفي الناس اه طب اوكي النوع التاني النوع بقى الكويس اللي هو بيحكم بحيادية بيتعامل بحيادية اللي اتحرم منه وما يرحم الناس فيه واللي عنا منه ويرحم الناس فهمها قصدي ده نوع ربنا ده اللي وفق للشيء بيعطيه ربنا يزوقنا بكلنا في حياتنا انما النوع الصعب جدا هو الشخص اللي طول الوقت عايش بيدير الحياة من خلال نظرته هو عقده وقلمه واحقاده وغرته وغله ومخوفه وهلوسه والحاجات اللي خايف انها تحصل وما حصلتش لسه ليه لما ابو سناء اعرف انه اكيد هو قرم مش هتسا ليه ما اكلمش الست قال لا تعالى خده العفش وعمله كده بدا ما الراجل التاني يعني اللي هو ابو جزه المتوفي عملي ماطل ويقوله ابو جزه المتوفي ده احنا فهمنا لما لهش اي شخصية طب ما نكلم بقى ام وبقى هنكلم ام الولد ونخلص احنا باتي عايزين نمسك حتة حتة الاول احنا باتي عايزين نفهم البطلة بتاعتنا انه حماكي دي عندها مشكلة نفسية جبيرة جدا وبتاجي المشكلة النفسية دي هي خاء وهي قدارة حياتها بجبروت ما عشان كده حماكي مالوش اي تلاتين لازم مالوش شخصية هي الراجل وبعدين انا بقول البنت دي برضو البطلة بتاعتنا مفيش يعني علم النفس بيقول وعلم الانسانية وكل العلوم والاديان واي حد في الدنيا سمع او عاش قصة ان حد ابنه مات ماينفعش خلص يعمل كده او انا محتاجة اعرف معلومات اكتر واضح ان هي ما عاش هي متعلمة ولا لا انا ما حسيتش انا ما حسيتش كده برضو انا كمان مسمعناش كلمة مذاكرة ما اسمعناش كلمة شغل ما اسمعناش هو هيدفع جامعة طبعا لا بس خلاص فانا عايزة اقول انه التعليم يا جماعة متاح مش شرط اخش جامعة لا يعني انا عايزة اعرف نفسيا ايه عشان بعد كده معاي الرأي القانوني عايزة اسمع قانونيا ايه نفسيا دي عاملة ازاي دلوقتي دي طبعا يعني لا هي طفلة ولا هي مدام ولا هي انسانة ولا هي اي حاجة خالص هي تم يعني تدميرها تدميرها على مراحل يعني هي كانت ممكن تبقى الجوزة 18 سنة وده اوكي على فكرة 18 سنة لشهرين ثلاثة مش مشكلة لكن في الاخر هي اتهانت طبعا وعاشت في فقر وعاشت في عوزة يعني ايه واحدة تقعد يمكن نا وفي صدمات امل يعني ايه تتهان من حماتها بدون سبب ايوة ويعني ايه اهل جوزها مش يتحولوا معها ويجي زع لمامتي في بيتنا ويعمل انت بتعمل ايه بتعمل كل حاجة غلط انت واهلك هو على فكرة حكاية خناقة مامتها دي يعني انا مش حاسة انها حاجة كبيرة دي وجهة نظري ليه ليه بقى لانه طبيعي انه هو مطحون تعيه برضو الله يرحمه يعني نحط نفسنا مكانه ده شاب عنده 20 سنة اه فهي خرجت تربية بسيطة بيتي مقفول عليه ام جبارة متصلطة بالطريقة دي فهو قاعد طول الوقت في الصراع ما بين امه وبراته الغلباء الصغيرة يعني حد ما عدي ما تعصب يتعصب على حماية وحمايته والأصول أصول هو تعصب كلنا ممكن نتعصب يا بسي الغضب ده ماشي يازل نمسك هتجنبك وامشي هو حاسس انه مضغوط هو طول الوقت لان هي قالت في الرسالة ان هو كان دايما بيصالحني بعد ما وامته تيجي علي بعد كده لا انا ما بقال ويعمل نفسه كده وكده ان هو معها بس هو بلد لبلد كل يوم عشان يروح شغله وبيصف تربع دخله في المواصلات وبعدين ييجي عشان بدل ما يرتاح ويعيش حياة كريمة عمراته اللي بيحبها وبتحبه الدنيا وتبقى لطيفة فتطلح مامته تنكد عليه عيشته كل شوية وبعدين هو عنده احساس بالتقصير تجاه مراته وتجاه الفلوس وتجاه كل الأطراف طيب انا عشو فنان منه لما تبعت له بقى يعني اخذ الحق حرفة يعني يعني في الوقت الصح وبالطريقة الصح وانت وفين وقويل ايه واحتميوني يبقى زي ابني وابعت لهم انا اكلة وعندي امكانيات يعني مش برضو ايه اقول له اديها عشرين جنيه يعني انت قلتي نفسين خلاص هتساعديها هساعدها واخدي بالك لما تقول الواحد اديها عشرين جنيه ويقولك كتير علي انت بتحسسيه بالدنية يعني قديه مش قادر قدي ايه انت يعني غلبان قوي انك مش قادر تدي مراتك عشرين جنيه في اليوم يعني يعني هو كان قهر اه طبعا الولد ده انا حاسة ان الحادثة دي يعني رحمته رحمته من القهر اللي هو فيه يعني ده انتهكت رجولته وانتهكت انسانيته ولا عارف يعيش قصة حب ولا عارف يعيش يعني انا لتمستره الاعذار بس عايز عرف هناخد حق سناء ازاي من اهله معنا مدخلة مع المحامي استاذ محسن السبع المحامي بالنقضة ومستشار قانوني لحملة وريده حلا شايف مشكلة سناء ازاي مساء الفل مساء الخير ازاي حضرتك اخبرك ايه الحمد لله تمام شفت قد ايه مشاكل من جواز القاصرات بقى احكيلي هي مشاكل كتير طبعا وبيتبقى منتشرة زي ما قالت الدكتورة اامر في الاقديم والارياف والمجتمعات البعيدة شوية وهم بيعتبروا جواز البنات سطرة زي ما تقولون رأي عامل قالت وفي نفس الوقت بيتخلصوا منها بأهل مادي والاجتماعي وكده يسطروها طب ايه اجراءات بقى احنا ممكن ناخدها ايه مفروض الاجراءات اللي هي تعملها عشان على الاقل يعني يا سيدي ابقى بأرملة وابقى جوزت قبل كده وعشان ناخد حقي في القضية اللي بيرفعوها دي بردو بنت دي تطلع كده خالص لا هي حواء الشرعية والقانونية كاملة محفوظة بس لازم تبدأ فورا برافع دعوة اثبات علاقة زوجية واثبات حقها في المراس من زوجيها المتوفي وبتقدم اصل العهد العرفي بتقدمه فين بقى اه والمحكمة بتحل الدعوة لسماع شهود الاثبات والواقعة وبالتالي بعد ما تتأكد من توفر ارقان عقد الزواج من اجاب وقبول واشهار بتحكم باسبات العلاقة الزوجية وبتحكم لها بمراسة الشرع بجوز والمتوفي طب بتاخد وقت قد ايه لا القضاء المصري الحالي القضاء النزيح بيتمجيز بالعدالة النجزة فبتاخدش وقت كتير حيانا حوالي ثلاثة أربعة شهورين لو البنت جت وزي ما بيقولوا كده ويعدف عرضك انت تتبنى ايه الحالة دي هتعمل لا طبعا يعني هي مرحب بيها في اي وقت على راسي وجدعين هنقف جنبها طبعا مرسي جدا انا بشكرك يا سيد محصر ان اوارتيني وعلى راسي مرسي شكرا ايه زي ما بقى نسمع كمان ايه رأي الدين اوكي معانا مداخلة هاتفية مع رجل الدين الشيخ ياسر عبد المنعم كبير ائمة بوزارة الاوقاف السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الحمد لله يا رب كون بخير والف مبروك الله يبارك في حضرتك وتدعي لنا الله يخليك يا رب ربنا يخليك انا عايزة بقى اسأل حضرتك بقى هل الجواز اللي هم بيعملوا ده اسموا على السنة والجواز ده اه حلال نعم اتلم اه ولا فيه تاني فيها سئلة تانية لا هو ده انا عايزة اعرف عشان يسمعوا بقى ويعملوا ايه في بناتهم لا من ناحية الشرق حاليا اشف فيش هو الجواز العرفي اذا اكتمل الاركان فهو صحيح شرعي الا وهي الخلوة من الموانع الشرعية يعني ايه الخلوة من الموانع الشرعية فيه خمس اركان للجواز من ناحية الشرعية اما من ناحية القضائية او القانون فدي حاجة تميل اما من ناحية الشرعية اذا اكتمل اركان الزواج العرفي اركانه فهو صحيح شرعي ايه هي الاركان بتاعته اولا الخلوة من الموانع الشرعية يعني ايه الخلوة من الموانع الشرعية يعني ما تجوز سختي ما تجوز سعمتي ما تجوز سختي من المحارم يعني لما ينفعوش المحارم أو تكون أتجوز واحدة متجوزة أو أتجوز واحدة متطلقة ولسه العدة بتاعتها ما خلصتش أو واحدة جزها مات والعدة بتاعتها ما متهتش يبقى الخلوة من الموانع الشرعية دي أول حاجة تاني حاجة ألا يكون الجواز بالغصب يعني يكون تحت التهديد مش غصبنا يكون فيه إيجاب ويكون فيه قبول ثالث حاجة أن يكون فيه اتنين شهود عجل رابع حاجة أن يكون فيه مهر لابد أن يكون هناك مهر المتفقون علي خامس حاجة أن يكون هناك الولي وإن كان سيدي أبو حنيفة لا يشترط الولي إذا كانت البنت بالغة يعني عندها 21 سنة أو سيد أي تجوزت قبل كده جواز كامل الأركان بهذه الأركان يكون الجواز أنا بسألك بس على حاجة مولانا حاجة صغيرة حتى لو الجواز ما بيضمنش حق الزوجة أنا بس وده السؤال بقى هل ده حلال ربنا ونعمل كده في عيالنا؟ لا طبعا التجربة والواقع والمشاكل اللي بيجينا يعني أنا بيجي لي مشاكل بهذه منرخص عيالنا للدرجة دي وبنقول أننا جماعة بنسطرهم وبنعمل شرع ربنا؟ بص أولك الحاجة أوله إنضاء ونهايته ضياع شكرا أنا بشكر حضرتك جدا أنا كفاية علي دي أنا كفاية علي دي أنا بشكرك يا مولانا نورتني وتسلملي وعلى راسي ضياع بس إحنا بنحاول نلم عشان إحنا هنا في قصة حقيقية ويهي بقى مولي؟ رأيك بقى إيه؟ نخلص القصة دي على إيه يعني؟ آخر حاجة عايز تقوليها للأهالي عايزة تقوليها للسناء نعمل إيه؟ طيب الأهالي أنتو مش هتبطلوا وتعملوا كده مهم لكن على الأقل يعني اضمنوا حقوق بناتكو عشان ما يبقوش كده اضمنوا حقوق بناتكو علشان يعني مثلا أهم حاجة في القصة دي أول ما خلصتها الحمد لله إنها مخلفتش يالله صح يا أمل حمد لله في عمل يعني أول حاجة كنت عايزة أقولها صح أنه الإحمدي ربنا أن أنت مش حامل أنا أخليك أنت تقولي لك كلام ده في الترفون عشان أعرف أن هي هتطلبك أكيد لأن تخيدي بقى الوضع ده لو كانت حامل ولو كانت بقى أو كانت خلفت ومش عارفين نثبت نسبه ومش عارفين يثبتوا النسب كمان محدش يسكت على حقوقه يعني في حقوق لا يجوز التنازل عنها زي إيه؟ زي المؤخر والنفقة والمراس يعني في حاجات شرعا لا يجوز أني أتنازل عنها يعني دي حق ربنا ده قرآن وشرع ونصوص واضحة وصريحة فاللي حياكل الحقوق دي يويلوا من ربنا في الأخرى وستاكت عن الحق اشتنى أخرس وبعدين فين دور أهلها؟ لا إحنا دول دور عايزين حلقات فين دور أهلها؟ أنا عايزة بقى البنت خلاص الأهالي خلاص أنا إحنا بنحاول ونوعي بس أنا عايزة ألحق بقى اللباز يا ست البنات قبل حاجة تعمليها أن أنت اعرفي أن دي قصة حصلت في حياتك عشان تتعليمي منها شيء بس وعشان ما تعمليش كده إن شاء الله في المستقبل في أولادك بس وعشان ما تسمحيش لحد تعرفي كان لكي أخوات أو إنتخالة ولا جارة ولا ما تسمحيش إن ده يحصل في أي مجتمع حواليكي يعني خليكي أنت تتعلمي وتعلمي اللي حواليكي من هذه القصة بس أنا هخليها تكلمك أنا بشكرك ونورتي وأنا بتبناها وللها يعني أنا بقول أخر حاجة أنا مسؤولة عن إنها سلامها النفسي إن شاء الله وأنا مسؤولة عن كلامي يعني كروغ قصة حقيقة كلنا أنا مسؤولين عن كلامنا لو عايز توصلي الدكتور أمل إحنا هنعمل كده وعمرنا مرجعنا في كلامنا استنيني بعد الفاصل واستنونا بعد الفاصل